موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نجتمع في هذه اللحظة الإنسانية العصيبة لنقف موحدين جانب الشعب لبنان لبنان حالة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط نموذج للتسامح والتعدد ورمز للقبلية الآخر اليوم نقف مع لبنان في محنته التي محنتنا جميعا نعزي عوائل الضحايا ونتمن شفاء العاجل للمصابين لقد كان العراق رغم ظروفه الصعبة سباقا للوقوف لأجوار الشعب اللبناني الشقيق سواء على مساوة تقديم الدعم الطب بالطارق أو الدعم في مجال الطاقة ونحن متواصلون في التهيئة لسد النواقص الفورية في مجال الحبوب وغيرها من المطلبات إننا فهمنا العميق المطلبات مرحلة ما بعد الكارثة يجعلنا أمام مسؤولية فورية لنقف مع شقائنا اللبنانيين لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها ونحن ندرك أن ذلك لن يكون من دون توفير إرادة ومسؤولية دولية مشتركة نتمنى أن ينطلق من هذا المؤتمر مشروع أن يساعد اللبنانيين على عادة تقييم تجربتهم السياسية مقرونا بمبادرة الدعم للاقتصاد اللبناني وعادة أعمار الضرر التي وقع على الشعب اللبناني وعدم التوقف حتى يعود لبنان إلى وضحه الطبيعي المستقر كمصدر للثقافة والإلهام والرياضة في الشرق الأوسط فاجعة بيروت هي درس عميق ومشرق على خطورة الصراع السياسي الداخلي والإقليمي والدولي في المنطقة من بغداد التي نزفت دما ودمعا ودفعت أثمان باهظة وكبيرة لارتباكات الإدارية والقانونية وتضررت من الثقة المصيرية بين الشعب والمؤسسات الدولة نحاول اليوم التمسك والوقوف على قدمينا من جديد أدعو الجميع لإسناد الشعب اللبناني بمواقف جادة تخفف آثار الفاجعة عن بيروت وشعب لبنان شكرا جزيلا فخامة الرئيس شكرا جزيلا فخامة الرئيس elling للترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر